دلوقتي وديئة تمانية من عمر المباراة والتعادل سلبيا بدون أهداف أكيد طبعا يعني هنتكلم عن ده منتخب مصر هنتكلم عن شكل منتخب مصر في الفقرة الحواريات بداية مع كابتن شريف عبد المنعم وأيضا في الفقرة الحواريات تانية مع الكابتن شاكر عبد الفتاح لكن تعالوا نبدأ بشوية أخبار علشان من بعدها نستقبل ضيوفنا علشان ما نتقولش عليكم أكتر من كده هنروح معكم لأولى الأخبار الخاصة بالنادل الأهلي أكيد طبعا النادل الأهلي وحشنا جدا 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 يعني فترة كبيرة جدا هنشوف فيها كرة الخدم بدون النادل الأهلي يعني ممكن بقى يعني بيحشنا يوم عن يوم أكيد طبعا النادل الأهلي لما بنشوفه أسبوعيا أو بنشوفه كل خمس أيام كده بيلعب مباراة أكيد بيكون مصوطين أكيد بيكون عندنا روح والحماسة أن احنا نتفرج على النادي اللي احنا بنحبه والنادي اللي احنا بنشجعه والنادي اللي احنا أكيد تربينا على تشجيعه على حب ولكن خلاص هانت علشان كده بقى نبدأ نقول حضراتكم الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وآخر الاستعدادات للبطولة الأفريقية أمام النجمة الساحلية كابتن طبعا الأهلي بيبدأ ترتيبات الصفر إلى تونس الكابتن سلب حفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن فيه اتصالات مع السفارة المصرية في تونس علشان يبدأوا لترتيب رحلة الفريق المرتقبة إن شاء الله نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كابتن سيد قال إن كابتن سامير عدلي المدير الإداري بدأ التنصيق مع الجانب التونسي وأيضا السفارة المصرية في تونس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا علشان ما يبقاش فيه أي حاجة مفاجأة وبالتالي الأهلي يكون جاهز بكل الترتيبات ندي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين يعني هو عنده خبرات أفريقية وعارفه وبيعمل إيه وعارف إزاي بينسق أموره علشان يسافر ويكون مرتاح وإن شاء الله ندي الأهلي يرجع بالسلامة ويوصل بالسلامة ويرجع منصور إن شاء الله بيئة ثلاث نقاط الأهلي إن شاء الله يلتقي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا جميلين مع الأخبار الكابتن سيد عبد الحفيز يتحدث عن أهداف الأهلي في المرحلة الثانية لفترة الإعداد الكابتن سيد قال إن ميستر ريني فايلر بيحاول إن هو يكسب أكبر مكاسب ممكنة فنية ومعنوية من خلال فترة التوقف الحالية بسبب ارتباط المنتخبي الأول والأولمبي الأول بلقائين إن شاء الله واحد أمام كينيا واحد أمام جزر القمر في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 وأيضا منتخب الأولمبي اللي بيلعب حاليا في مصر في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد توكيو 2020 الكابتن سارب حفيز قال إن هو في تنصيق مع ناديين علشان يكون في لقائين وديين خلال فترة التوقف علشان يساعدوا النادي الأهلي على الاستعداد جيدا للمباراة القادمة في دوري أبطال أفريقيا كابتن سارب حفيز وده خبر مهم جدا علشان كلنا سمعنا وقارينا وشوفنا أخبار بتقول إن تجدد إصابة متولي خمس أسابيع ونفس الإصابة وكلام كده كتير جدا مع كامل الاحترام والتقدير لكل الزمل الأعزاء هو يعني كلام مش في محله متولي لما كان موجود في الإمارات عمل أشع وتم عرضه على دكتور أو خبير إصابات ملعب علشان يحدد وقوفه على إصابة متولي والدكتور فضل إن محمود متولي يعني يأخر شوية نزوله إلى الملعب علشان يكون نازل وهو جاهز مليون في المية مش مية في المية علشان متولي دلوقتي إحنا فترة التوقف فترة التوقف الحالية دي أكيد بيترطب عليها بيترطب عليها حاجات كتيرة جدا 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 من ضمنها أن اللاعب يستفيد من الفترة الحالية بعدم وجود الماتشاط بعدم وجود أي شيء رسمي في الفترة الحالية علشان يستعدي بيه جيدا لكن دلوقتي حضراتكم لو نزل في فترة ما لهاش أي لازمة تمام وبالتالي وبالتالي هيكون لو حصلوا بعد الشر أي شيء هتأثر عليه في اللقاءات الرسمية علشان كده الخبر على لسان الكابتن سلر الحفيظ بيقول محمود متولي يحتاج فقط إلى ثلاث أسابيع للإعلان عن جهازيته وبالتالي محمود متولي إن شاء الله عشان بس نكون منتفقين وعلشان الأقويل ما تروحش الحدث بعيدة جدا زي ما بقول لحضراتكم موقع رسمي للنادل الأهلي وقناة النادل الأهلي هم دول المصدرين اللي حضراتكم اللي حابين تعرفوا أي شيء خاص بالنادل الأهلي تفتحوهم واتبعوهم وهم دول اللي هيقول لحضراتكم كل الأخبار الصحيح علشان كده بقول لحضراتكم محمود متولي إن شاء الله ثلاث أسابيع فقط ما عندوش تجدد في الإصابة ولا عندو أي شيء هو بس الدكتور في الإمارات لما شاهد في الأشعة قال أنه هو يعني يصبر شوية في النزول علشان لما ينزل يكون جاهز مليون في المية وده بالنسبة للمحمود متولي اللي طبعا اتصاب في لقاء السوبر في بداية الموسم وطبعا كلنا عارفين إنه بيكون فيه فارق أحمال وفارق في الفرقات البدنية وده اللي حصل معه متولي لكن إن شاء الله يعود جيدا ويعود واقف على رجليه ويعود وحش وبطل موجود فيه منطقة خط الدفاع وأيضا كمال علشان هيفرق جدا مع منتخب مصر في المشوار القادم آخر خبر برنابج بدني خاص للأهلي بعد انتهاء الرحل